الفنانة القديرة سلوى محمد مكملين مع محمود البارودي ضيفنا لحقيقة محمود محليك ضيف سلس تحكي قعدك تشفيك وانتي ضيف مش صديق ولا كخونيك حكينا على السياسة برشا ما نجمش نفوت الملف هذا انتع السياسة ونعرف اللي محمود البارودي كانت عنده علاقة قوية بالبيجي قايد السبسي الله يرحمه الله يرحمه شنو اللي خلى محمود البارودي والبيجي قايد السبسي يرحمه يكونوا قراب لهالدرجة واصدقاء النقاط اللي جمعتكم بإيجاز بإيجاز احنا خذنا تجربة الحوار الوطني ساعة قبل اللي تعرفنا فاها على سيلباجي الله يرحمه وكانت لقاءات يومية وكان سيلباجي الله يرحمه ديما يكلمني سباح دوك نهار السباح صبحت أنا راقد ولحداش قمت نقاها طلبني ثلاثة ولا اربع مرات آه قال لي سيش باب مش توالي كي ما كي جمع على الاخرين اللي يقوموا لحداش ونصف نهار مثل ثمانية نطلب فيك وانا عندي موعد معاه ونسيت لحقيقة كي مشيت له قال لي اسمع أختها مزيل مش رئيش مزيل مزيل وقتها في وحنا وقتها في الحوار الوطني ونحاولو نقع وحل وعملنا جلسة نتذكر عملنا جلسة اللي كانت مفصليا نعتقد في تاريخ تونس وما تحدثوش عليها العباد برشا وينجموا انها هي كانت جلسة قبل كان اضراب كبير في تونس بش يسير واحتجاجات عارمة من كامل تراب الجمهورية وكان سيلبيجي الله يرحموا وقتها يطالب فيها حركة النهضة وحكومة علي العريض انه تستقيل انه تستقيل ودخلت بش عملت نوع من الوساطة لانه البلاد ما تحتاجش وانه انا كان عندي ضمان انه علي العريض بش يقدم استقالته من الحكومة وكان اجتماع وقتها بين سيلبيجي جوب حذية في الدار بين سيلبيجي ورشد الغنوشي وسيلبيجي في دارك ذيك اللي احنا قعدنا فيها لا لا في بلاسة اخرى معنا بلاسة اخرى يزم تكون مؤمنة ما كتعرف المسائل الامنية وسيلبيجي اللي يرحمه جيب محسن مرزوق ورشد الغنوشي جيب عامر العريض وبدينا احنا بدينا بش نحكيه وكان معايا يذري محمد الحمدي وقتها واحنا بش نحكيه وبديت عركة بين عامر العريض ومحسن مرزوق ومزوز عندهم اي صاليوا عني بيه صاليوا عني بيه احنا توجهين بش نكاو حل بش عدها بش تلحم في الدار معنا صيب وداخل سيلبيجي قالوا مايه اه اي وفوتك بالحديث وكان معنا سي حسين العباسي يذكره بالخير لان وقتها هو مراعي للحوار الانتحاد العام عام توسي الشغل ايه عام قدي هذه كانت في الفين و اه قبل استقالة علي العريض معناتها اي ذريا واخر الفين وثلوتاش معنات الفين وثلوتاش الفين واربعتاش انهارين قبل استقالة علي العريض وانا كانت عندي وقتها الاستقالة بتاعلي العريض مكتوبة بخط يد حمادي جبالي لانه هو قال رأوا عندي قال لي سيلبيجي يودي مش يستقيل هذا وانا مش يستقيل كان مش يستقيل خلنا نبدله بعد البلاد تصورتي محمد البرهام يالله يرحمه مات والبلاد معنا تعالى كاف عفريت وباقي قتلوا وراني انا قريت الاستقالة متاعوا يودي عندك فيك قتل وراني انا قريت الاستقالة ومنعرش كان جبدوا بنا من سيلبيجي بعد جاء راجل غنوش يقرروا علي العريض مش يقدم الاستقالة بتاعه وسيلبيجي وقتها قال نوقفوا الاحتجاجات ونوقفوا المظاهرات وكان وقتها انتفاق على الاقل انه نجنبوا البلاد حمام دم كان ينجم يصير لانه متاعرش عليه الاحتجاجات وقتها والبلاد تغلي والبلاد على كاف عفريت واستقال علي العريض استقال علي العريض ووقتها بدأه في الحوار الوطني تشكيل الحكومة الجديدة اللي مش يشدها المهدي جمع بعد عادة طورت العلاقة وقتها راح علي سيلبيجي نكون رئيس قايمة في 2014 ولكن انا ما حبيتش لانو انا كنت في التحالف الديموقراطي وما حبيش امشي النادى تونس قاعدت في التحالف اخسرت في الانتخابات كي ما قلت لك وكان لي دمت اللي ما مشيتش كان لي مش قلت لك انا عاود عايتلي بعد الانتخابات كان لي مش قلت لك يا جمعان ارى انا احنا مش نهزوا الدنيا الكل قلت له سيلبيجي انا عندي اصدقاء واذي كموقفي والتحالف اللي كانت فكرة حلوة وقتها مع محمد الحمدي ومهدي ونخيان الكل ما مشيتش ولكن بعد ادخلت في الحملة الانتخابية الرئاسية بتاع سيلبيجي وصار اللي صار وعبادة اعترضت ويجي نهار ونحكي فيها بالتفاصيل كيفاش صارت العملية وقعدنا اصدقاء وحتى بعد ما ولا رئيسي شنو اتعلمت من البيجي قايت سبسي يا رحمه في كلمة صبر انك تكون تعرف ما تخليش البيولسيون متاعك هم اللي يضغاوا على المواقف متاعك انه تعرف وقتاش تمشي للفرصة وما تزربش وكل شي هذية البيجي كان عنده وم بلوس كانت عنده حكمة رهيبة الله يرحمه كان ياخذ مواقف وتعرف بالرغم الظروف الصعيبة لانه هو كان في صراع في وقت مالاوقات داخل عائلته وخارج معا حركة النهضة وكان يحاول يلقى كله كليبر كيفاش زوجته الله يرحمها وولده حافظ معنتها في وقت مالاوقات كان ينزم يعطي فرصة الحافظ لانه موش على خاطر هو ابوه رئيس انوحا وكان رافض كان رافض ولكن كان الرافض متاعه بطريقة وبيوخرى العباد متاع الشتراه العباد ماشي في بالها البيجي قايت سبسي كان فرحان بوجود حافظ وكان هو يدس يحافظ قايت سبسي وهذه ما كانش صحيح كان رافض مسألة تراقص حافظ ولكن حافظ زادة كيف كيف عنده جمعته وعمل جمعته في نداة تونس وفك الحزب وكانت سيرعات كبيرة ويوم على العليق كانت بحافظ قايت سبسي والله عندي مدة لحقيقة عندي مدة ما ما لي خرج لفرنسا يظر يعني مدة نتمني له كل خير في نهاية الأمر نتمنى الخير للتوينسا لكل هذي كان التجربة ممكن التوينسا كيراوك التجربة هذي قصار التراكمات اللي يخلاوه في وقت من الأوقات وقت لي يجيه سي قايس سعيد ويعمل خمسة عشرية جوية يقول لك ارتحنا ما هاتكمبين هذا الكل ومن اللي عباد تعرف كان اللي يظاهر يصوروا انه حافظ قايت سبسي بدعم البوه لانا كل كلان للتاريخ ما كانش قابل مية بالمية وحافظ يكون متقلد منصب في نيداتونس وطلب منه في برشة مرات انه يبعد على الحزب وانه يبعد على السياسة ولكن حافظ يقول لك اذا يا حقي يا بريتو وانا مش هر خطره هو رئيس انا من عملش سياسة برشة حاجات برشة حاجات في علاقة ببيجي قايت سبسي كانوا ايامات حلوة الله يرحموا تونس خسرت انا خسرت رئيس كبير وتتعلم كي ما قلت لك نرجع تتعلم الصبر الباجي ولا رئيس جمهورية في سن متقدم سبرة 30 سنة وبعد نال كانت نهاية جميلة لحقيقة كانت نهاية جميلة لبيجي قايت سبسي يرحموا فما نقاط تشابوا بين علاقة لبيجي قايت سبسي وحافظ قايت سبسي بينك انت ووالدك طفولة مدعم حمود البارودي ما كانتش سهلة طفولة صعيبة الوالد متاعك تخلى السجن ومحمود البارودي أفكارك وأفكار والدك مختلفة تماما يعني ما كونش متشبهين لفي الأفكار لفي الميولات السياسية شنو اللي يفسر هيدا محمود ما بدي أنه كل واحد جاي في ظرف لأنه كل واحد رأى سياسة أوترمو أنا ما نختلف لأنه أعتقد أنه الطيار الإسلامي ما كانش وأعتقد لحد هذه الساعة أنه الطيار الإسلامي ما عندوش فكر أنه يحسن بالبلاد ويتطور بالبلاد بقدر ما يوصل للسلطة مع أنه حتى في صراعه مع ابن علي كانت ما كانش صراعه على برامج وعلى أفكار كانش كوني فوق السلطة من الآخر وأنا ما نحبش نقول نتفهم اللي صار في وقت ابن علي بالرغم أنه صار تعذيب أنه صارت اغتيالات أنه صارت تهجير أنه صارت برشة حاجات واللي كنا نرفضوها ولكن كل واحد كان زادهما كيف كيف أخطئوا في وقت ملوقات وقت لي يعتقدوا أنه سيطرة على مفصل الدولة يدخلوا الجيش يدخلوا الأمن استعمال في وقت ملوقات العنف لمجابهة نظام بن علي في أول التسعينات وأواخر الثمانينات نعتقد أنه الطيار الإسلامي إلى حد هذه الساعة مريناش مراجعات عميقة وجوهرية في خطابه في ممارساته إلى بروف وصل السلطة وفقد السلطة نتيجة الممارسات اللي ما تغيرتش مع الأسف من الأواخر الثمانينات إلى بعد الثورة أبو كان قابل والدك الأفكار متاعك كان قابل كان ديمقراطي معاك كان ديمقراطي وحتى في وقت ملوقات وقت لي حاولوا يضغطوا عليه بشي ساكتوني أنا مش هاولوا لأنه يظهرني من العرش أنا شكون وكانوا أصدقاء وحتى قراب من الرجل الغنوشي يطلبوا منه أنه يرسوا شوية سيدا رفض اي والله والله بالحق معناتها رفضوا وكانوا منه شديد الحبس مش ولدي نجم يتكلم بكل حرية إذا انتم شديدوا الحبس على حاجة أخرى هذيك أموركم ولكن أنا على الأقل شديد الحبس مش ولدي ينجموا يتكلموا بكل حرية وبكل ديمقراطية ومن نجمش اليوم نجي نفرض عليه رأي رأي أنه هذك رأي ودير حتى بابا اخذى مسافة في السنوات الأخرة من الحركة تخيلوا ما بعضنا لو قدامك محمود البارودية الطفل تخيلوا هكا قدامك وجهك وانت صغير شنو تقوله؟ شو كله محليك لا عاش فترة صعبة أكبر من عمره أي صحيح صحيح وعشنا فترات صعبة عشرة فترات كاسحة سواء فيما يتعلق وقت اللي كنا صغار وكان والدي في السجن وحتى بعد وقت اللي كنت هنا في المعارضة أمي عاشت ظروف صعبة برشا ووقفت مع والدي برشا ورب يفضلها ولكن كل الدوران من الحبس الحبس ومن البلاصة البلاصة ليوريها لحبيبرا وانك سبع سنوات تعديها من البرج الرومي المسعدين للقاسرين للحبوسات تونس الكل مهوش سهل مهوش بالسهل صرتو على مران ووحدها تربي في زوج صغار شهرية بارك تعرف قبل اللي يعطيك حتى كعبة يغورتي القيد وهيلو ما خفتش أنه السيناريو هذا اللي أطفى عليك يتعاود مع ابناتك وزوجتك أنه يصير لك نفس الشي وانت داخل للسياسة أغزر كان في وقت من الأوقات قبل الثورة ولكن بعد الثورة نتصور أنه ما عادش الممارسات هذه فما بعض الأشياء تصير وفما ظلم نوعا ما ولكن ما نتصورش بعد الثورة لا أتمنى لا أتمنى لا على محمود البلودي ولا أتمنى على حتى تونس يروا في نهاية الأمر وهاني كما كنا نحكيه من الأول سيف مخلوف ما ينزمش نوصله أنه نتيجة موقف سياسية يجيه اليوم إنسان يتحاسب يحاسبه الشعب يحاسبه التاريخ ولكن بدون سجون بدون تعذيب بدون تهجير إن شاء الله بلادنا ترجع الاثنية الصحيحة لأنه قاعد رأى أنه فما منعرجات خطيرة النجم ونخلطولها ونجم ونصلولها نتيجة هالسياسة اللي نعيش فيها آخر ملف نخت موبيل ملف البرنامج برنامج رافماك بلوس رافماك في الراديوز ذا كيف كيف دي وانا فاهم محمود البارودي كانت له تجربة البارح مع خميس عليك مع طيس اللحضيري والسنيكون موجود على قناة الحوار التونسي مع ثريق مكامل متكامل تبارك الله وبرنامج ناجح بقيادة رفيق بوشنيق أحكي لي على التجربة هذية محمود والله يخزر هي ساعة لأنك تكون كرونيكور في تلفزة تختلف نوعا ما على الراديو مع تكل واحد ولكن كانت التجربة اللي على الأقل حاولت نجرب فيها شوية وانا نحب نحييه ممبر ذا صديقي فايسل لحضيري اللي هو أمن زي دا كيف كنتي وما يما أمنت بيا وأمن بيا قالي في التلفزة راك تنجح في التلفزة راو بقطع النظر عن مواقف السياسية متاعك راي لعبات تحبك لأنو أنا عمري ما قلت حاجة مانيش مأمن باها وما نقول هاش باربة شانستي لعبات تحبتك من رسمك اي صحيح احقاقا للحق لا وحتى والله حتى شوية في التلفزة زادا مثال شو ماي ممونا عطيه رفيق هو اللي خلى ليماج متاعك اي صحيح نحكي انتي جيتو حاضر انتي اخونيكور في الراديو مشيتو حاضر لتلفزة اي صحيح نحبه فايسر ولكن التاريخ لا التاريخ صحيح تردجت لهنية هنا شوية بطبيعة الحال ولكن اعطاني فرصة فرصة كانت ايجابية مبعد الفرصة هذيكة اتطورت ورفيق اخذر انا جاني بساج وط البارح مستمعة وفية للرفماء قتلي محمود احنا راو قبل ما كناش نحبه برهان وقت لي جاي مع رفيق ولينا نحبوه ما كناش نحبوك انتي خاطر كنت في المجلس وعارك ومعروك وقت لي جيت مع رفيق ولينا نحبوك تعرف كان بن علي جاي في وقت انه رفيق كان عنده برنامج وجايبوا معها كروني كير رو حتى بن علي ولينا نحبوه معانتها رفيق عنده قدرة عنده قدرة انه يخلي الانسان لانه زاد الصدق اللي عنده رفيق يخليك تخرج الحاجات الباهية اللي عندك معانتها ما عادش ساحات فما اندي فاعرة واحد تكون به بعد يراجع نفسه ولكن يخليك تخرج الحاجة الباهية باش تظهر في صورة ايجابية وممتازة قدام التوانسان شني الفرق بين رفيق راديو ورفيق تالفزا وانتا قاروحك مرتاح خير باش نقول بجنبك وميما بانسور انتا ما خاتر انا بحذيك لا لا حقيقة فالش والله زوز تجارب متميزة جدا وانا اعتقد ده مش خاتر انا فاهم افضل زوز برامج توا موجودين على الساحة الاعلامية هو برنامج برنامج الرافماق الصباح في ديوانة فام وبرنامج الرافماق بلوس على الحوار التونسي يكون نهار ثلاثة من افضل برامج خليني يقول على الاقل ما فماش ابتذال ما فماش تاتيح قدر العائلة كل تنجم تتفرج معنا بقطع النظر على المواقف السياسية متاعنا ولا لا الناس كل تنجم تتفرج فينا سواء في الراديو ولا سواء في التلفزة تحس روحك مرتاح حتى انت كي تتفرج تحس روحك مرتاح مع عائلتك مع صغارك تتعلم تتثقف وتضحك زيدا كيف كيف تكون بنسبة لي كن اكتشاف في الرافماق اكتشفته في الفريق زياد ومقداد وموراد وفتحي وسونيا والله يخزر كلهم اكتشافات ولكن الحقيقة الحقيقة نكتشف كل مرة الطاقة بتاع رفيق بوشنيق الحقيقة مع انت بكل صراحة طاقة رهيبة في العمل يحب خدمته معنتها الحقيقة الحقيقة هل تعتبره الافضل اليوم؟ هو ساحة الاعلامية؟ رفيق بوشنيق بدون اي مقارنة هو افضل منشط سواء في الاذاعة ومقدم برامش في التلفزة هو الافضل على الاطلاق مش خطر نخدم معاه راوة ومش بش يزيدني في الشهرية تمشيش تقول اما هو الافضل لانه طريق التحضيره للعمل متاعه تخليك تكتشف فيه انسان معنتها بروفيسيونيل على الاخر ظالي ما فهمش احسنت هاك نختمو اللي قامتي انا مع محمود البارودي بالشكر اشتشكر فيه رفيق بوشنيق او كان نفهمو عليه شوي يستحق الشكر رفيق يستحق والله يستحق وانتي قلت مش على خاطر بش يزيدني في الشهرية في مصر تبرعوا بشهر يوم انت تبرع بشهرتك لي تونس ولا لي؟ بشوية بشوية كلمة كلمة خلنا نختم عشوقة علي انا تبرعت فيه في المجلس الوطني التأسيس بليتنا بها يا محمود في الاعلام في الاعلام تتبرع بشهرتك لي تونس اذا فهمها بطبيعة نعملوا حملة وانا اطلق حملة نتوجه الاعلاميين نتبجه بدعوة الى كل الاعلاميين انه احنا صحيح ننقده في قيس سعيد وعملين ولكن عمرنا من نكره بلادنا ونتوجه بحملة انه نتبرعه كل قدير وقدره كاعلاميين الى الدولة التونسية لكلنا بدون اي استثناء شكرا محمود البرودي يعطيك الصحة شكرا على قبول الدعوة يعطيك الصحة مخسبكو احنا نخرجوا فاس صغير بعد شوية تكون بحثينا سلوة محمد